إذن تكلمنا في الدرس السابق عن عملية الدي كومبيلر في الهندسة العكسية يمكن تقوم باستخدام برامج ذات صلة طبعاً أنا تطرقت من خلال برنامج ما يعرف عدنا في .NET Reactor هذا البرنامج بنفس الوقت يقوم بفك التجميع وبنفس الوقت يعطيك Quick Settings خاصة في عملية حماية الشفرة طبعاً لما قمنا باختيار الاسمبلي مالتنا اللي هو ملف التنفيذي بطبيعة الحال مع الملفات المرافقة إليه فهذا الملف قدرنا أنه نقوم بفتح التشفير مالته أو عفواً أنه نعمل فكلي التجميع مالته لكن لو شوف هنا عندك في الفائل ضمن هذا البرنامج هناك برامج أخرى هناك أضافات هناك أضافة أصلاً رسمية لكن في نسخة متجانية وفي نسخة مدفوعة لأغلب هذه البرامج تكون مجموعة وهذه يعني تكون مدفوعة متوفرة عندك في برنامج Visual Studio راح نشوفها إن شاء الله يعني ناخذ عليها فقط أنه أعطيك hint إنه هي هذه موجودة تقدر أن تقوم بتنصيفها طبعاً واستخدامها بنفس الطريقة اللي راح نبدأ نستخدم فيها هذا البرنامج أوكي فعندك هنا في ياري Quick Settings بعد اختيار الاسمبلي عندك تفعيل على هذه الاختيارات بعض هذه الاختيار لأنتم تقوم في عملية اختيارها تكون Anti عليها طبعاً ضد بعض الفعاليات كعملية Obfuscation و Assisting Encryption عملية تشفير النصوص يمكن تؤثر على أداء البرنامج جمالتك يعني عمليات البرنامج راح تكون كل شي مشفرة عندك فأنا راح طبعاً أبدأ أعمل تشيك فقط على ال NTI ILDACM أوكي هذا طبعاً اللي هو فك لل Decompilation ال Decompilation اللي احنا شفناها هذي راح تبدي تمنع عمليات ال Decompilation أو ال Compilation أوكي فبعد اختيارنا لهذه العملية راح أبدأ أقل له Protect أنه أعمل لي حماية عليه أوكي مثل ما تلاحظه انتهت عندي العملية وفقط أقل لهنا Console ما أبدأ أغلق لو شوف عندك هذا Secure أبدأ بأخذ كافة هذه الملفات تمام ثم بعد ذلك أضاحها هنا ثم أقل له Replace All جيد تمام الآن طبعاً إيش اللي أعمل إليك بكل بساطة لو تروح على الملف اللي هو DLL اللي تم يعني تم وضع عليه طبقة حماية راح تشوف أنه غير قابل للقراءة بطبيعة الحال أوكي هذا هو MFL DLL طبعاً أوكي لو تذهب هنا على .NET Inspector بعد ما تقوم بعملية التحديث بطبيعة الحال أقوم بعملية اختيارة أوكي تذهب هنا على .NET Respector فقط خلينا أقوم بغلق البرنامج الوقت الحالي حتى يبدأ يحدث أوكي نقوم بإختيار الملف التنفيذي أوكي حتى بالنسبة للمكتب الرئيسية طبعاً اللي هي هذه أوكي اللي هو هذا أوكي يعني هذا معني في اللي هو extension بالدرجة الرئيسية أوكي أوكي فهو راح يبدأ يعمل لك لود على ال DLL لو تذهب هنا على .NET Inspector راح تشوف ما تقدر أنه تعمل عليه D-Compiler أوكي فواضح جداً أنه تستطيع أنه تعمل حماية ووضع طبقة حماية على الملف التنفيذي والمكتبات المرتبطة فيه بطبيعة الحال لو تبدأ تشغيل البرنامج طبعاً راح يبدأ يشتول عندك بدون أي مشاكل مثل ما ذكرنا أنه بعض الأحيان لمن تستخدم بعض البرامج الخاصة في وضع طبقة الحماية أو التمويه على الشفرة فتحدث عندك مشاكل في التنفيذ وخاصة على الإعدادات خاصة على عملية تشفير الإعدادات تشفير الإعدادات ترجمة نانسي قنقر